بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم صراعة معاكم مهندس أحمد السعيد الريا الأخيرة لنبات الأمح والتأخير في الريا الأخيرة هل هو مضر ولا لا؟ طب أروي الريا الأخيرة إمتى؟ إمتى أوقف ري على النبات؟ إمتى أوقف رش على النبات؟ هنتكلم في كل الكلام ده النهاردة يا جماعة في حلقة النهاردة لان ده الحد الفاصل بتاعك اللي هيحافظ على الانتاجية بتاعتك من محصول الامح اللي حضرتك شغال عليه طول السنة تركز يا جماعة في الحلقة دي حلقة من الحلقات المهمة جدا واتمنى من كل حضراتكم يا جماعة اللي موجودين معنا في القناة ان هم يشاركوا الحلقة على قد ما يقدروا رأي الامح يا جماعة اتكلمنا قبل كده في عدد رياط الامح وقلنا ان ما ينفعش انك انت تثبت عدد رياط الامح يعني ما تحطش في دماغك كده انك انت هتروي رأي الامح مرة او اتنين او تلاتة او اربعة او كلام ده كله رأي الامح بيختلف على حسب ايه على حسب نوع التربة اللي حضرتك زارع فيها وليتفرق معاك كتير جدا وقلنا ان في الاراضي الصمرة ممكن ياخد معاك الامح من اربع خمس الى ست رياط في الاراضي الصمرة وفي الاراضي الرملية يا جماعة ما تعدش وبالنسبة للرأي بالرشة يا جماعة الارض الرأي مستمر تماما معاك ما فيش اي مشاكل لغاية قبل الحصاد بعشرين يوم ما فيش اي مشكلة خالص كمان يا جماعة بالنسبة للرأي بالطنقيت الرأي برضو مستمر معاك لغاية قبل الحصاد بحوالي عشرين الى خمسة وعشرين يوم ما فيش اي مشاكل خالص كل ده على حسب النبات اللي موجود قدامك يعني انا النهاردة النبات لسه قدامي اخضر انا خلاص شغال مع النبات رأي وتسميت في طنقيت والرششات النبات عندي بدأ يصفره خلاص وبدأ النبات عندي بدأ المغز يعني حمص وبدأ يوصل لي طور النتجه خلاص فأنا بوقف شغله خالص وبوقف ريه وبوقف تسميت طب الرية الأخيرة لنبات الأمح أتأخر فيها يحصل لمشاكل لو اتأخرت فيها يحصل مشاكل كبيرة جدا بمعنى إيه إحنا تكلمنا قبل كده يا جماعة وقلنا أن الأساس عندك أن أنت أوعى تعطش نبات الأمح في أي مرحلة من مراحل النمو بتاعته هنا المرحلة اللي هي مرحلة أخطر المراحل في محصول الأمح مهم جدا المية هنا يعني لو حضرتك بتروي كل شهر تيجي على 25 يوم وتدي الرية دي أهم حاجة أنك أنت الأمح ما يعتش منك في المرحلة دي مرحلة مهمة جدا جدا عشان الأمح يكون الحبوب بتاعته ما يبقاش عندك سنابل فرغة ده اللي بيعمل لك المشكلة اللي بتحصل مع كثير من الناس يجي عند فترة معانا ويصوم الأمح على قبل ما يقلع مثلا قبل ما يحصد بحوالي 50 يوم أو 60 يوم ده كلام خاطئ بالمرة عشان كده هتلاقي عندك نص السنبلة فرغة هتلاقي عندك سنابل فيها أعفان هتلاقي عندك سنابل فيها مشاكل كبيرة جدا يبقى مهمة قوي الراية دي ليه كمان أنت دلوقتي درجة الحرارة بارئة ترتفع لو حضرتك مرويتش الراية دي الأمح هيحمص منك بسرعة الأمح هينشف منك بسرعة قبل ما يكون الحبوب بتاعته وهنا هتخسر كمية كبيرة جدا من المحصول بتاع حضرتك يبقى الراية الأخيرة دي للأمح يا جماعة رية من الريات الهامة جدا الأساس عندك يا جماعة أنك أنت قبل الحصاد بحوالي 25 يوم أو 30 يوم أو 35 يوم على الأقصر وقف رية على الأمح مفيش اي مشاكل ودي برضو بتعتمد على ايه على حسب النبات اللي موجود قدامك حضرتك هتتابع النبات اللي موجود قدامي هشوف أنا اللي هي علامات نطج المحصول وابدأ أحد أقول أنا هوقف ري هابدأ أقول أنا هوقف راش زي ما تكلمنا قبل كده يا جماعة في حلقة الرش إحنا قلنا طول ما النبات عندك أخضر طول ما الورقة عندك خضرة عفوا أي رش هترشه على الورقة النبات هيستفيد به أي رش هترشه على الورقة تأكد مليون في المية أن الحبة هتاخد محدش يقولك تعالي على عمر 8 يوم أو 90 يوم أو 100 يوم وقف راش على النبات الكلام ده غلط تعالي على عمر 100 يوم أو 110 يوم وقف ري النبات الكلام ده كلام خاطئ بالمرة احنا زي ما قلنا يا جماعة ان احنا بنشتغل على اعلى حد من الانتاجية احنا بقى ما بنتكلمش في الخماشة اردب والعشرين اردب والكلام ده احنا بتكلم في خمسة وعشرين اردب الى تلاتين اردب ان شاء الله رب العالمين لو حضراتكم متابعين معايا من البداية وبننفذ البرامج التسمدية وبرامج الرش المناسبة اللي هما الست رشات او السبع رشات اللي دايما قلنا عليهم يا جماعة المحصول الامح لو انت ماشي عليهم بالزبط مش هترش اكتر منهم ان شاء الله رب العالمين طيب ده بالنسبة لري الامح او الريا الاخيرة كمان يا جماعة نقطة مهمة جدا وفي ناس كتير بتسألني تقول لي حامد النيتريك في الريا الاخيرة ما تحطش حامد النيتريك في الريا الاخيرة ما تحطش مصدر الازوت بشكل مباشر اللي في الريا الاخيرة نهائي احنا قلنا يا جماعة الازوت امتى نوقف الازوت وقلنا الريا الاخيرة قلت لحضرتك هتستخدم فيها ايه قلت لحضرتك هتستخدم فيها نطرات الكلسة مهم جدا لو فيه امكانية انك تحط بوتاسيوم مهمة جدا لكن ما تحط ليش حامض نيتريك ما تحط ليش حامض فسفوريك ما تحط ليش نطرات ما تحط ليش يوريا ما تحط ليش سلفات نشاتر ما تحطش اي حاجة دمعها في الريا الاخيرة لنبات الامح اتكلمنا عن التسميدة الاخيرة لنبات الامح وشرحناها بالتفصيل وتكلمنا عن اهم المصادر السمادية اللي حضرتك هتحطها الازت مهمة اوكي للنبات في كل المراحل احنا ضيفينه مع نطرات الكلسام يعني نطرات الكلسام فيها نسبة من الازت ولكن مش النسبة الكبيرة اللي هتأثر على امتصاص عنصر البوتاسيوم واللي هتأثر على امتصاص عنصر البورن واللي هتأثر على امتصاص عنصر النحاس وبالتالي يحصل عندك مشاكل كبيرة لان احنا عارفين اهمية التلات عناصر دول في المرحلة دي بالذات عنصر البورن من العناصر الهمة جدا عشان عملية التلقيح والاخصاب عنصر البور من العناصر الهامة جدا عشان ما يبعش عندك سنابل فرغة عنصر البوتاسيوم من العناصر الهامة والأساسية اللي هي دور الأساسة يا جماعة انه بينقلك نواتج عملية البناء الضوئي وده الأساس أصلا يا جماعة في العمليات الحاوية اللي بتحصل داخل النبات عنصر النحاس من العناصر الهامة جدا اللي هيزود لك نسبة البروتين في حبة الأمح ويخلي الحباية عندك بالبلد كده زي ما إخواتنا الفلاحين بيقولوا ويبقى فيها عرق كويس كمان هيزود لك من طبقة اللجنين فيدي للحبة صلابة أكثر ويدي لها شلف لايف أعلى أو قدرة تخزينية عالية يبقى انت مهم يا جماعة ان حضرتك تشتغل بالطريقة الصحيحة عشان تاخد أعلى إنتاجية من المحصول اللي موجود عندك يبقى اتفقنا ان الراية الأخيرة دي راية مهمة جدا اوعد أخرها لو انت ماشي على الراية بتاعك كل شهر في الراية الأخيرة سبقها شوية وفي الراية الأخيرة كن حذر جدا انك انت تروي وفي عندك هبوب للرياح او فيه رياح شديدة ما ترويش وفيه رياح شديدة انت لو بتشغل بالنهار وفيه عندك رياح شديدة اروي بعد المغرب وده يكون في سكون شوية اليوم اللي يكون في سكون وابدأ اروي فيه نبات القمح وما تزودش المياه الراية في كل ريات القمح يا جماعة دايما بيكون ري على الحامد حاول انك انت بقدر امكان تروي وتصفع على طول وتروي وتصفع على طول ما تسيبش المياه فيه فدان القمح او فيه محصول القمح عشان ما يعمل لكش اي مشاكل كمان يا جماعة من الحاجات الهامة ومن النقط الهامة جدا قبل الرية الاخيرة دي يفضل انك انت تروش رشد فطري ليه انا قلتلك قبل كده ما تستناش يحصل عندك اصداء ما تستناش يحصل عندك تبقع عوراق سبتوري اللي منتشر بشكل كبير جدا في هذه الفترة ما تستناش يحصل عندك بقية ضيئة ما تستناش يحصل عندك اصابات حشرية ما تستناش يحصل عندك اي مشاكل يا جماعة حاول انك انت تروش بشكل وقائع عشان ما يحصلش عندك مشكلة طب حضرتك تروش ايه قبل الرية رش مركب من المركبات اللي احنا ذكرناها كتير جدا ممكن حالك تروش سكور ممكن حالك تروش هوركان عفوا من المركبات الكويسة جدا يا جماعة اللي دائما بننصح بيها مركب اسمه امستار طب ده مركب من المركبات الجيدة اللي فيه ازوكسستروبين وفيه ضيفين وكنازول مادتين كويسين جدا هيعالجوا معاك معظم الامراض الفطرية اللي موجودة عندك في الحقل الرية الاخيرة هترش قبلها ايه هترش قبلها امستار طب بمعدل قد ايه واحد سنطي لكل لتر مية كمية المحلول يا جماعة احنا قلنا بتختلف على حسب الالة اللي حضرتك هترش بها يعني لو حضرتك هترش بالمتور الصغير رش في المتور الصغير الاخذة ايه الفدانه ياخده خمس ملوات او ستة ملوات لو Tenors بالمتور الكبير ممكن الفدان ياخده مئتين لتر مية يبقى تحط الامستار طب بمعدل واحد سنتر كل لتر مية وما تخلطش معاه حاجة محدش يقولك اخلط معا بتاسيم محدش يقولك اخلط معا كالسا ما حدش يقول لك أخلط معاه بورد لا استخدم المجرات الفطرية الوحدة استخدم المجرات الحشرية الوحدة استخدم المغزيات الوحدة عشان تضمن كفاءة الرش وتاخد أكبر استفادة من الرش اللي حضرتك بترشو بكرة يا جماعة انكم وصلنا لها حالتنا النهاردة اتمنى كنت قدمت لكم معلومة مفيدة واتمنى انكم تشاركم في القناة وتفعلوا زر الجرس شكرا لحضراتكم تحياتي